قايمة اختارها لسارتي لمواجهة نادي الزمالك في إمبارات القمة 117 يوم السبت إن شاء الله قايمة لو قلنا إن أي مدير فني في نوعين فيه مدير فني بيتخوف لما يكون عنده قايمة ممتلئة بالنجوم وفيه مدير فني بقى واصل جدا جدا وقايته حط رجلة على الرجل إنه هو عنده نجومة يختار اللي هو عايزهم فعلا في هذه المباراة يكون دكة أو دكة بودلاء قوية جدا جدا دكة بودلاء مجرد بس اللي شوفها في الملعب يترعب تخيلوا بقى الحداشر لعيب اللي قاعدين أعتقد إن اللي صارت من النوع التاني النوع اللي بيحط رجلة على رجلة بيعرف اختار لعيبة كويسة عنده حلول كويسة جدا جدا طالما عنده عناصر تخليه يروح للحلول اللي هو عايزة مدير بيدي اللعيب اللي هو فعلا شغال كويسة احنا كنا بنحتار هيلعب أزارة هيلعب مروان محسن هيلعب جونير أجاهية هيلعب رمضان هيلعب حسين شحات طبعا يلعب جرودو هيلعب السلية وحسام عشور ناصر ماهر حلول كتير جدا جدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب وصلاح محسن كمان داخل في الصورة فأعتقد إن لما يكون مدرب عنده شخصية زي اللي صارتي ما شاء الله يعني هو بينهالنا في المرات السابقة وعنده حلول كمان أعتقد إنه يستغل العناصر المميزة دي أحسن استغلال بإذن الله ربنا يكون معاه ومعنا كلنا يوم السبت مواجهة قولنا صعبة